السلام عليكم يلا نهاردة نعمل اجمل 3 وصفات لللحمة وهنبدأ بالكبسة الكبسة دي بقى انا عايز اقولكم انتو لما تعملوها هتاكلوا صابعكم وراها انا عامليها بطريقتي طبعا طريقتي السعوديين حلوة جدا واحنا اصلا تعلمناها منهم واكلهم كل طحفة ولكن اي حد بيعمل اي حاجة بيحب كده يحطي الطاتش بتاعه وخصوصا انا يعني بيحب غير كده في الوصفة على حسب زوئي جربوا بقى الكبسة على طريقتي وبجدها تاكلوا احلى واجمل كبسة كالطوع في حياتكم يلا بينا نبدأ على طول بس وتنسوش ان انت لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملو لايك وكمان تشركوا في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة بسوبيلي تعليق صغير برأيك في الوصفة وكملوا بقى الوصفات بقى الاخر الفيديو اول حاجة كده انا استخدمت لحم خروف يعني لحم داني وفيه عضمة كده زي ما انتو شايفين جبت حلة وحطت فيها يعني كمية زيت كده بسيطة علشان اصلا اللحمة فيها دهون فحتنزل الدون بتاعتها استخدمت بقى قطعيات مختلفة كتير يعني استخدموا القطعيات اللي انتو تحبوها نزلت بقى بيهم كده طبعا الحلة لازم تكون سخنة علشان اللحمة متنزلش ميتها خالص تاخد الصدمة كده قوية وبعد كده حطيت لومي وورق لورة وحطيت كمان عود قرفة وحقلب كل الكلام ده مع بعض ولغاية ما يدينا بقى اللون الحلو المكرمل للحمة القطعة دي مهمة جدا لازم ان احنا نكرملها كويس جدا ونخليها توصل للون غامق شوية عشان تدينا طعم حلو في الاخر شايفين ابتدت بقى ان هي تاخد اللون الحلو دلوقتي هجهز يعني تقريبا تلات بصلات كده كبار متقطعين صغير وهي هبتدي في المرحلة دي ان انا احطها بعد طبعا ما اللحمة بتكون خدت لون حلو ولسه هنكمل لون اللحمة عشان نغمقه شوية مع البصل طبعا احنا نقلب كده وحقلب كويس جدا طبعا في الوقت ده بتكون ريحة جبارة انا ما حطتش بهرات خالص في الاول ما بحبش ان انا احطها في الاول عشان ما تتحرقش دلوقتي بقى هجهز البهرات بعد ما البصل خلاص يعني اول ما بنزل البصل على طول بحط معي البهرات البهرات عبارة عن سبع بهرات وكاري وكركم وشطة ويكوسبارة نشفة وكمان حبة صغيرين كده من ففل الاصمر الكاري والكركم انا حطيت من كل واحدة فيهم تقريبا معلقة صغيرة مليانة والففل الاصمر تقريبا اقل من ربع معلقة ما بنكترش خالص ففل الاصمر في الاكل وانتوا برضو حاولوا تعملوا كده بيغطي على طعم الاكل فمش محبب خالص حطيتوا بقى كده يعني خليكم عارفين ان البهرات بتنزل مع البصل وبعد البهرات على طول بنزل التوم ده التدريج المزبوط للمقادير علشان تطلع معانا الوصفة المزبوطة وطعم البهرات مايروحش من كدر التقليب لو احنا ضفناه في البداية حالي بقى كويس جدا وبس كده هي خلاص اكتفت من التقليب هجهز بقى طماطمية كبيرة كده مبشورة بالمبشرة مبشورة بس لو ما عنده كوش طماطم ممكن تستخدموا معلقة واحدة بس من الصلصة في الحالتين هتكون حلوة هنزلها بقى وفي المرحلة دي بقى هجهز لها مية تكون سخنة او دافية او سقعة يعني مش بتفرق كتير والله انا بحب بقى ان انا في المرحلة دي بالذات الاول ما بحط المية ان انا ابشر لها كده شوية من جسط الطيب طبعا كلنا عارفين ان احنا مش لازم خلص ان احنا نقطر من جسط الطيب يعني يا دوب رشة بسيطة كده زي ما هتشوفوا معايا وبس بقى تغلي من غير ما حط ملح خالص اول ما بتعدي نص ساعة بروح بقى همزودالها الملح بتاعها علشان طبعا انا محتاجة انها تستوي بسرعة فمش بحط الملح في البداية خالص وانتو كمان عملو كده لو مستعجلين يعني هنا خلاص انا هتطلعها الملح بعد نص ساعة ودلوقتي هوريها لكم استوت تماما قعدت تقريبا على النهار ساعة وربع طبعا لحسب اللحمة من ساعة وربع لساعة ونص بتكون اللحمة استوت جدا وزي الفل زي ما انتو شايفين كده انا بقى تاكب تعطي المفروض ان هي طريقة الكابسة العادية الاصلية اني احنا بنسيب كده اللحمة وبعد كده بنحط الرز قبل ما اللحمة تستوي لأ انا بسيبها تستوي على الاخر بتبقى مستوية تماما يعني وبعد كده بطلعها خالص من الشربة والصوص اللي حواليها ده وبحط الرز دي برضو تركاية بتاعتي اللي بعملها دايما وبحس انها احلى واجمل بكتير قوي من اني احط الرز مع اللحمة كده في المرحلة دي الناس اللي بتحب كده ان اللحمة متبقاش عادية يعني يعملوا الطريقة دي وحقولكو هعمل فيها ايه اللحمة لما طلحها برا دلوقتي هوريكو النوع الرز اللي انا استخدمته ده النوع استخدمه طبعا اي نوع بس دايما بتسألوني اللي باستخدم الرز باسمتي بتسألوني نوع ايه هو ده النوع اللي انا استخدمته تقريبا الكيلو 35 جنيه على ما اتذكر يعني انا برضو مش من نوعية الناس اللي هي لازم تخسل الرز بعد كده تنقعه بعد كده تحطله كوبايتين بحلهم من المية لا خالص انا بحب يكون مفلفل كده ومسك نفسه ويكون مش مهري فانا هعير معاكم دلوقتي اربع كوبايات وهخسلهم تحت الحنفية عادي خالص هخسلهم كويس جدا وبعد كده من غير ما نقعه من غير ما عامل اي حاجة بحطه على النار مع الشربة والمفروض ان يكون لكوباية من الرز الباسمتي بحط لها كوباية ونص بس من الشربة فيه ناس بتحطوا كوبايتين انا بحطوا كوباية ونص بس علشان مش محتاج ان هو يكون مهري كده ومفوش عرق خالص انا بقى زبطت الشربة كده على حسب الاربع كوبايات رز اللي انا حطتهم دول طبعا انتو عارفين ان الرز الباسمتي بيزيد كتير قوي وبيتضاعف حجمه فانتو حاولوا تخلي بالكم النقطة دي زبطت كده المية لو مش عايزين ان انتو تعيروا المية ده المستوى المزبوط للسبب بتاع الرز دلوقتي بقى اول ما يبتدي ان هو يبقبق كده وخلاص بيبتدي ان هو يتشرب ههدي النار على الاخر وهسيبه ما بياخدش اكتر من نص ساعة انا بخليه بس تلت ساعة واخر عشر دقايق هنحط عليه اللحمة دلوقتي بقى اللحمة هعمل فيها ايه رشية رشة بسيطة من الملح ورشة من البهرات مشكلة زي ما انتو حابين يعني اهم حاجة ان هي بتحتاج رشة بهرات صغيرة عشان هي اصلا مش بحتاجة توابل ورشة بسيطة جدا من الزيت وبحطها في الفرن والشوية تكون شغالة تاخد شبخة الفرن كده وتكون رحيتها وطعمها حلو مش مجرد ان هي تكون شبه اللحمة المسلوقة الطريقة دي ممتازة انا عن نفسي ما بعملهاش غير كده دلوقتي بقى بعد ما قلتلكوا عشرين دقيقة بس حطيت اللحمة بعد ما طلعتها من الفرن حطيتها على الرزة عشان كلهم كده ياخدوا من راحة بعض وتبقى احلى كابسة عملتوها اصلا وانسوا اي طريقة تانية عملتوها قبل كده بعد كده بقى حسنا ان العشر دقايق وبيكون عدة نص ساعة وبعدين بغرفها كده زي ما انتوا شايفين وطعمها يجنن وراحتها بجد تهبل زي ما انتوا شايفين الرز مفلفل وطعمه حلو وراحته حلوة وبجد طحفة وانا نفسي تجربوا الطريقة دي وتقولين رأيكم في التعليقات زي ما بنزلكم اي وصفة وبترجعوا لما بتعملوها تعالقولي برضو وتقولولي انها فعلا طلعت حلوة عايزاكم كمان تجربوا الوصفة دي ووصفة متأكد انها هتعجبكم هتعجبكم كمان اكتر من الوصفة العادية شايفين طبعا طحفة طبعا بيتكلم عن نفسه ولون الرز حلو قوي لو حابين ان انتوا تزودوا اللون عن كده تقدروا انتوا تضيفوا زعفران او تضيفوا كركم زيادة بس اللون ده طبعا طحفة شايفين هوريكم بقى دلوقتي قد ايه اللحمة مستوية والرز مفلفل طبعا انا من الناس اللي بتحب اللحمة مستوية زيادة يعني ما بيحبهاش تشد ابدا اطلاقا مستحيل الناس بقى اللي بتحب اللحمة تشد شوي فهما هيسيبوها على النار ساعة او على حسب ما يحبوا يعني هما اكيد عارفين اللحمة بيحبوها مستوية زي فبيبقوا عارفين الوقت بالزبط يعني وبس كده ويلا بينا ندخل بقى على الوصفة التانية وهي اللحمة المشوية عايز اقول لكم لو انت وصلتوا معايا لغاية هنا ولسا عمتش لايك فعملوا لايك حالا بقى ويلا بينا اول حاجة عايز اقول لكم انقطعة اللحم اللي احنا هنعملها النهاردة اسمها ريب اي او صباع اشر اللوح او لحم سن ليها ثلاث اسماء ولكن ده شكلها اللي قدامكم جربوها بجد حلوة او بيدو دوف البق وجميلة جدا لازم تجربوها اول حاجة بقى هنعمل لها تدبيلة بتاعتنا وهي عبارة عن كوباية كده من الصلصة لو ما عندكوش صلصة ممكن تستخدمه كوباية من الطماطم المبشورة حاطيت عليها البهارات سبع بهارات وكاري وكركم وفرف الاصمر وكمان كوزبار ناشفة وحطيت معلقة مالح كده كبيرة وحطيت ثلاث معايق كبار من الزبادي طبعا احنا كلنا عارفيني ان الزبادي بتضطر اللحمة معانا في الفرن وبتخليها تستوي كده وتبقى طعمها حلو بس ما ببنش خالص في الاكل وحطيت معلقة من التوم ومعلقتين برضو من الخل وحطيت معلقة كبيرة كده من الصياسوس ومعلقة من المستردة كل ده بدينا في الاخر طعم طحفة وتستعالي جدا ممكن تستغنوا عن المستردة والصياسوس لو مش عندكو استخدموا البهارات اللي احنا قلنا عليها في الاول مع التدبيلة دي واستغنوا عن دول خالص هقلبهم بقى كويس جدا كده وكده بيكون جاهز معانا أحلى وأروع تدبيلة ممكن تعملوها لأي مشويات هتعملوها لفراخ اي حاجة فراخ او لحمة هنا قطعة اللحمة بارها لكو كده ان هي سميكة مش مشكلة خالص ما تقطعوهاش وما تبهدلهاش أنا بجيبها متقطعة كده من عند الجزار فانتو خلوها هتستوي والله يا جماعة ما تقولوش بقى ان هي سمكة هتخين فمش هتستوي جربوها وهتستوي معاكم وهتبقى مظبوطة جدا جبت بقى الطوصة كده تفال عشان طوصة دي مش بتلزق فأنا مرشدش فيها زيت من تحت لو عندكو طوصة بتلزق فأرش شوية كده من الزيت حطت لها بقى الخضار كده فرشة خضار من تحت وهي عبارة عن فلفل وبصل وطماطم حلقات وهرس بقى اللحمة بتاعتنا الجميلة كده على الخضار ده وهحط عليها بقى التدبيلة عايز اقولكم ان ريحة التدبيلة كانت تحفة يعني جايب الاخر الشارع حتى من قبل ما تستوي ببالكو بقى لما حطتها في الفرن كانت الريحة فظيعة رايحة لغاية الجران هقلبها كويس جدا كده لو حابيني دونتو تسيبوا اللحمة دي في تدبيلة شوية لو انتو عندكو وقت ممكن تسيبوها من ليلة كاملة لغاية ساعة يعني ممكن تسيبوها ليلة كاملة تسيبوها ساعة تسيبوها نص ساعة ممكن تسيبوها على طولها تبقى برضو كويسة جدا هي اصلا لما بتتشوي بتنزل بقى الصوص بتاعها وبتشربه تاني وبتبقى تمام جدا يعني حتى لو ما سبتهاش فهتكون برضو تمام انا خليتها كده في الصينية بعد ما رشيت لها شوية كده من الزيت تقريبا مع لقتين كبار سبتها في الصينية ومن دغطية سبتها نص ساعة وبعد كده سخنت الفرن جدا وحطيت شبكة الفرن على اول رف من تحت عشان قردتها من النار عشان تستيبو معايا بسرعة وبعد كده بقى حطيتها على النار عالية لمدة نص ساعة وبعد كده هديت النار خليتها هادية لمدة ساعة كمان اخدت معايا ساعة ونص في الفرن وباقت معايا زي الزبدة ودايبة دوب كده لازم تجربوها بجد فظيعة ودي طريقة التسوية على فكرة المزبوطة ان انتو بتعلنوا النار الاول وبعد كده بتهدوها تسيبوها بقى تاخدوا تدي كده معا نفسها وكشفوا عنها كده بعد ساعة وربع للناس اللي هي مش بتحب اللحمة دايبة قوي وبالدوب كده فانتو ممكن تكلوها بعد ساعة وربع للناس بقى اللي بتحب اللحمة مستوية قوي خلوها ساعة ونص وعلى حسب برضو فرنكم وده الشكل النهائي للأكل كانت بجد طحفة وطعمها حلوة قوي عجبتهم كلهم جربوها وما تنسوش ان انتو تعملوا لايك لو وصلتم معايا لغاية هنا ودخلوا شوفوا باقي وصفاتي على القناة حتلاقوا كمان الوصفات اللي قدامكم دي السامبوسك بحشوة البيتزا وكمان الرز بسماتي الأصفر بتاع المطاعم الحلوة قوي ده كل ده هتلاقوه عندي على قناتي يلا بقى بينا نبدأ وصفتنا التالتة لو انتو وصلتوا بقى معايا لغاية هنا ما تنسوش بقى ان انتو تحطوا لايك وكمان تعملوا تعليم برأيكو في الفيديو ويلا بينا نبدأ على طول أول حاجة كده جبت حلة وحطت فيها شوية من الزيت تقدرتوا استخدهم سامنة برضو وهبتدي أنزل باللحمة أي قطعية بقى تحبوها أهم حاجة انها تكون قطعية حلوة كده من اللي بتدوب دي الأول دلوقتي كده هبتدي ان انا أشوحها كويس جدا وهوحط عليها بقى لورة وعود قرفة وحباية كده من اللومي لو ما عندكوش تقدروا نتعة تستغنوا عنهم بس طبعا الحاجات دي بتعزز الطعم جدا هبتدي ان انا أشوح كويس جدا لغاية ما اللحمة كده تتكرمل وتبقى تمام في المرحلة دي لازم نشوح فيها كويس جدا لغاية كده ما يبقى لونها بني فاتح عشان تاخد التشويحة الحلوة ويبقى في الآخر الطبخة طعمها حلو شايفين اللحمة بتاعتنا بتدت انها تبقى لونها كده بني فاتح من التشويح هنبتدي برضو ان احنا نشوح كويس جدا كده وبعدين بعد ما وصل اللون ده هنزل عليها بصلتين كبار كده متقطعين صغير وهقلب كويس جدا شايفين في المرحلة دي بقى هسيب بقى البصل يدبل شوية وهنزل بالبهرات في المرحلة دي انا محطتش البهرات من البداية علشان البهرات هتتحرق وطعمها يروح خالص فانا بحطها في المرحلة دي عشان تحتفظ بقى بكل قيمتها قطيت معلقة كبيرة كده من الكزبارة النشفة ونص معلقة صغيرة من الهفل الاصمر وحطيت معلقة من الكركم معلقة مليانة كده صغيرة وحطيت كمان كاري وحطيت السبع بهرات وحقلب كويس كده في المرحلة دي بقى الريحة بجد بتبقى فضيعة هقلب كويس جدا وهحط كمان معلقة كده صغيرة من التوم في المرحلة دي معلقة صغيرة مليانة يعني تقريبا خمس فصوص توم مدقيين وهشوح كده كويس جدا بعد ما تشوح التوم هزود بقى دلوقتي ميا ممكن تزودوا ميا سخدة لو انتم مستعجلين انا بقى هسابها واخطيها شوية كده وهسابها نص ساعة تقريبا وبعد نص ساعة هحطف لها الملح علشان الملح بياخر عملية الساعة لو احنا حطيناه في البداية فانا بحطها بعد نص ساعة بالزبط بزبط لها ملحة وهتكون تمام وبتاخد ساعة معايا ساعة ونص طبعا لما اظن ان كل انواع اللحمة مش بتقل عن ساعة ونص حطيها بقى كده بعد نص ساعة بقى هزبط الملح بتاعها وهسابها كده بقى نفسها لغاية ما تستوي خاص اعملوا كده يا جماعة بجد هتبقى طريقة طحفة انا برضو بفضل ان انا حط الطماطم مع الملح علشان برضو الطماطم هتاخر سوا اللحمة عشان فيها املاح برضو فانا بحط لها برضو الطماطم مع الملح كده وانتو كمان اعملوا كده لو حابين انكو تنجزوا يعني فوقت التسوية خاطيت بقى قرنفلفل كده حامي عشان خاطر انا لما الطبخه تستوي انا هشيله لو انتو حابين انكو اقطعوه صغير برضو براحتكم خالص على حساب الرغبة ممكن كمان تستونوا عنه خالص مش مشكلة دلوقتي بعد ما عدى الوقت اللحمة استوت خلاص وفي المرحلة دي انا بقى هحط المكرونة لازم تكون الشربة اللي مع اللحمة او الصوص اللي حواليها ده يكون كتير علشان المكرونة متعجنش او تمسك في نفسها كده طبعا مطلوب ان المكورونة يبقى حواليها كده الشربة دي او الجوز اللي حواليها يبقى كتير فاحنا لو لقناها قليل ممكن نزود مية سخنة عشان تكفي كمية المكرونة اللي احنا هنحطها انا حطيت كيس مكرونة ونص يعني تقريبا 500 جرام طبعا الكيس بيكون ربع مية انا زودته وخليته نص كيلو بالضبط على الكمية دي وقعدت عشر دايق بس وحتكون بالجمال ده استوتوا بقت زي الفلت الوقت هنغرفها الاكلة دي ماينفعش تبرد خالص حلوتها بقى هيا وسخنة كده وبتغلي تكلوها على بقكم على طول زي ما انتم شايفين شكلها تحفة وبجد طعمها جميل جدا جدا ودي كانت الاول مرة اعملها تكون زي ما دقتها في المطعم بالضبط شايفين شكلها امر ازاي بجد يعني شكلها تحفة طعمها حلوة قوي 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 انا بشوف ناس بتزود صلصة متزودوش صلصة يا جماعة هي دوب طمعتين كده مبشورين او معلقتين من الصلصة وبس كده مش بنكتر لها خالص عشان خاطر احنا مش بنعمل مكرونة بالصلصة احنا بنعمل مبكبكة بتكون خفيفة كده وأخفب كتير قوي من المكرونة بالصلصة وبس كده وصفاتنا خلصت النهاردة ما تنسوش ان انت لو وصلتوا معايا لغاية هنا ونسيين تحطوا لايك فحطوا لايك حالا وكمان اشتركوا في خناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة وسبوري تعليق صغير برأيكم في الفيديو اشوفكم بكرة على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد ودمتم في حفظ الله ورعايته ومع السلامة